اشتركوا في القناة ومسألة الوضوء عند أهل السنة محسوم من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم يتوضؤون كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان يتوضأ أهل البيت رضي الله عنهم وربما نعمل حلقة نتعرض فيها للتفاصيل إن شاء الله ونتعرض للروايات والأحاديث لكن سندهب للآية الكريمة رقم 6 من سورة المائدة وسنرى هل الآية تقول أن نغسل أيدينا إلى المرافق كما يفعل أهل السنة أم من المرافق إلى رؤوس الأصابع كما يفعل الشيعة وهل الأرجل تمسح كما يفعل الشيعة أم تغسل كما يفعل أهل السنة وهل القرآن قال بالغسل أم قال بالمسح يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق طيب القرآن يقول إلى المرافق والشيعة يفعلون العكس لماذا؟ ويخالفون القرآن الجواب لأنهم يخالفوننا لأن رواياتهم تقول لهم في مخالفة العامة الرشاد ولهذا هم يخالفوننا في كل شيء بل حتى في البديهيات ولو عارضوا القرآن ولو عارضوا الله تبارك وتعالى وعارضوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالشيعة عندهم قاعدة ويرددونها دائما في حوارهم مع أهل السنة وهي أنهم يعرضون الرواية على القرآن فإن وافقت القرآن يعملون بها وإن خالفت القرآن يضربون بها عرض الجدار عرض الجدار فهنا أسأل الشيعة أنتم تغسلون أيديكم في الوضوء من المرافق والقرآن يقول إلى المرافق فهل أنتم تتبعون القرآن أم تتبعون رواية الصادق التي تقول من المرافق هل عرضتم الرواية على القرآن؟ نعم عرضتموها وعرضتموها وعرضتموها عرضا على القرآن ومع ذلك أخذتم بالرواية وضربتم بكلام الله عرض الجدار هذا كتاب الكافي للكليني الجزء الثالث صفحة 28 يقول محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكام عن الهيتم بن عروى التميمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها ليس هكذا تنزيلها أي أن الآيات التي تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ليس هكذا نزلت وإنما تم تحريفها فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه إذن هذه الرواية صريحة بأنها تقول بتحريف كتاب الله وهم يتوضعون بالتحريف بالرواية التي تقول بتحريف كتاب الله فلكي يصر على مخالفتنا ولو ضحوا بالقرآن وكذبوا على القرآن ذهبوا لترقيع رواية الصادق وهو بريء من هذا القول حتى أن المجلس في مرآة العقول اعترف أن الرواية ضعيفة لكنه سيلجأ للترقيعات كباقي المرقعين ليبرروا لماذا يخالفون القرآن سنعرض الرواية إن شاء الله هذا أمامنا كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي الجزء الثالث عشر سبحة ثلاثة وتسعين يعرض الرواية التي قرأناها قبل قليل ثم قال يقول الحديث الخامس ضعيف على المشهور ضعيف على المشهور ثم يرقع قوله عليه السلام هكذا تنزلها أي مفادها ومعنىها بأن يكون المراد بلفظة إلى من سبحان الله إلى أصبحت من أو المعنى أن إلى في الآية غاية للمغصول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية وظهر من السنة أن الابتداء من المرفق فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق لأنه لا أنه يفيده وفيه بعد والظاهر أنه كان في قراءاتهم عليهم السلام هكذا نذهب لترقيع آخر هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العام للجزء الأول صفحة 406 بعد أن أورد الرواية سيدكر بعض ترقيعاته أقول حمله الشيخ على أن هذا قراءة جائزة في الآية ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل التفسير والحمل والتأويل فحاصله أن إلى في الآية بمعنى من أي إلى تعني من ومن تعني إلى إلى أن يقول وإلى في الآية إما بمعنى من أو بمعنى مع كما قاله الشيخ وأورد له شوائد أو لبيان غاية المغصول لا الغسل لأنه أقرب إليه مضافا فكما نرى محتمل يمكن أو 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 فهذه مجرد احتمالات وتوهمات إذن الرواية ضعيفة والتفوا عليها بالترقيعات ليكذبوا على الله ويتشبتوا بمخالفتهم للقرآن ولأهل السنة لأن في مخالفتهم الرشاد كما يعتقدون والشيعة أصولية وإخبارية متفقون على هذا ويتودؤون مقرعين بالتحريف يتودؤون من المرافق إلى الأصابع معترفين بتحريف القرآن في وضوئهم فالشيعة فيما بينهم كلهم إخبارية لكن مع أهل السنة يصبحون أصولية والآن نكمل الآية الشريفة ولنرى هل الأرجل تغسل أم تمسح نعود للآية الكريمة وقد وضحنا أنهم يتودؤون مخالفين القرآن لأنهم يعملون برواية الصادق التي تقول من المرافق ورغم أن الرواية ضعيفة أخذوا بها بعدما التفوا عليها بالترقيعات يحتمل يمكن أو تكون قراءة أو كذا أو كذا فلماذا لم يأخذوا بظاهر القرآن وهو الأصل ويضربوا برواية الصادق التي تقول بالتحريف بل أخذوا بالرواية التي تقول بالتحريف وضربوا بكتاب الله عرض الجدار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لاحظوا معي أيها الإخوان وجوهكم منصوبة كما يشير إليها السام بفتحة منصوبة وأيديكم منصوبة بالفتحة إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم بحرف جار رؤوسكم اسم المجرور بالكسرة كما يشير إليها السام وأرجو لكم أرجو لكم منصوبة بالفتحة إذا كانت أرجو لكم تمسح وكانت معطوفة على برؤوسكم يجب أن تكون وأرجو لكم ولكن هنا منصوبة لماذا؟ لأنها ليست معطوفة على رؤوسكم وإنما معطوفة على وجوهكم المنصوبة بالفتحة وأيديكم المنصوبة بالفتحة وأرجو لكم منصوبة بالفتحة إذن الأرجو تغسل كما تغسل الوجوه وتغسل الأيدي لماذا أخرت هنا؟ هذا من المقدم والمؤخر وسنوضحه بقول سيدنا علي رضي الله عنه أخرها الله تبارك وتعالى هنا حسب ترتيب الوضوء لأننا نغسل الأوجوه وبعدها نغسل الأيدي وبعدها نمسي الحر رؤوس وبعدها نغسل الأرجل فهي ذكرت في الآية حسب ترتيب الوضوء سنوضح ما هو المقدم والمؤخر هذا تفسير التعلبي للتعلبي الجزء الرابع سبحة 27 يقول وروا عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قرأ علي قرأ علي قرأ علي الحسن والحسين فقرأ وأرجو لكم بالخفض فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال وأرجو لكم بالنصب وقال هذا من المقدم والمؤخر من الكلام فعلي يقصد بالمقدم والمؤخر أن أرجو لكم نصبت وأخرت حتى تتماشى مع ترتيب الوضوء وإلا فهي مقدمة مع أعضاء الغسل الوجوه والأيدي والقرآن يفسر القرآن سنشرح هذه الآية بآية أخرى وسيتوضح الأمر أكثر الآن لندقق في هاتين الآيتين آية الوضوء فوق وتحت آية من صورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحة مثل برؤوسكم وأرجو لكم من دون الله والمسيحة وجوهكم وأيديكم فوق باللون الأصفر منصوبة بالفتحة تحت أحبارهم ورهبانهم منصوبة بالفتحة فوق بالأزرق برؤوسكم جار ومجر تحت من دون الله جار ومجر فوق بالأخضر وأرجو لكم تحت والمسيحة وأرجو لكم منصوبة والمسيحة منصوبة سؤال الآن والآية أمامنا المسيحة المنصوبة معطوفة على من معطوفة على من دون الله المجرورة أم معطوفة على أحبارهم ورهبانهم المنصوبة يستطيع شيعي أن يجيب نلاحظ جيداً لو كانت كلمة المسيح مجرورة أي المسيحي لكانت معطوفة على من دون الله ولا أصبح المسيح إلهاً مع الله فهل سنجعل المسيح إلهاً مع الله؟ إذا لو كانت معطوفة على من دون الله لجعلنا المسيح إلهاً مع الله وهذا مستحيل لكن المسيحة جاءت في الآية منصوبة وبذلك تكون معطوفة على الأحبار والرهبان وليست معطوفة على الله ونفس الشيء تماماً بالنسبة للأرجل فهي ليست معطوفة على الرؤوس وإنما معطوفة على وجوهكم وأيديكم فإذا جعلنا المعطوف بجوار المعطوف عليه تصبح الآيات هكذا وهذا للتوضيح والشرح فقط مثلاً آية الوضوء تصبح هكذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ والآية الأخرى تصبح هكذا مثلاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أرباباً من دون الله أعتقد أن الأمر واضح إلا من أراد أن يعاند هذا والله أعلم ولا نعود إن شاء الله إلى هذا الموضوع لنكمله إن كان في العمر بقية فجزاكم الله خيراً إن ارتأيتم أن هذا المقطع فيه فائدة فأعملوا على نشره فالدل على الخير كفائله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر